وانا عندي سؤالي انت بتقولي ان كان عليك طعن في 2017 وقبل ما حضرتك تدخلي دلوقتي بتقولي لا الحمد لله انا كان عليك طعون وكسبت الطعن انت ليه عليك كل هذي الطعون يعني مش عارف ايه ما هو السبب يعني بصراحة يعني مين اللي بيقدم عليك الطعون ناس كتير يعني ممكن واحد من الناس المرشحين ممكن حد من بره ممكن حد من السابق من ال وممكن وارد جدا وارد جدا وارد جدا لكن هي مش يعني نتزة مالك لازم يخرج بره الدايرة دي يعني من ساعة ما احنا دخلنا فيها وهي احنا مش عارفين نبص للمستقبل خالص لكن انت كسبت الطعون اه الحمد لله كانوا خمسة المراضي تمام اه الحمد لله كويس خمس طعون عليك المراضي خمسة اه خمسة خمسة كتير او يا غيني ما هو كتير بس هنعمل ايه هي ضريبة ان الواحد ممكن يكون يعني قوي في الحتة دي فالناس ممكن ليه قررت انك تترشح تالت بقى في يدي الانتخابات تمام هو طبعا حضرتك فيه حاجة مهمة يعني انا شايفها فيه شقين الشق الاولاني ان انا ابن ناد زمالك اه متواصل دايما مع الجامعية العمومية شايف ان النادي النهاردة في يعني في ازمات كثيرة محتاج تضافر كل الناس محتاج كل ولادي النادي اللي يقدر يساعد يكون موجود مش لازم يكون موجود في مجلس الادارة وده بالطبع انا عملته كتير لكن اه كنت لازم انزل على منصب نائب رئيس النادي لان انا ممكن اكون شايف ان انا اقدر اخدم من هذا المنصب في هذا التوقيت ده الشق الاولاني الشق التاني هو ان حضرتك نزلتي انتخابات 2017 ووفقتي لكن ما مرستيش عملك يعني هقول له حاليك حاجة تاني برا انت حاليك عايزة الموضوع يمشي كسؤال لا انا بس السؤال لكن يعني هاني لعالتال كان عنده غصة في حلقه او متدايق زعلان حاسس ان هو انا كنت احق بهذا المنصب انا ما اشتغلتش فانا عايز ارجع اشتغل زائد ان انا مش يعني انا مش سلطي مش مرتبطة بنادي الزماليك بالانتخابات يعني انا كنت لعب كرة يد قبل كده بس بتالي بطلت بدري بطلت بدري اه يعني كابتن شام ناصر قالك لا يعني في فرق شوية في الكالبر وارد ممكن يكون فرق يعني طبعا هو كابتن شام ناصر حد محترم وانا بعزه جدا وتقابلنا مع بعض اكثر من مرة وكابتن منتخب مصر وطبعا وكابتن منتخب مصر وكان برضو رئيس جهاز كرة اليد وانا كنت عدوا مجلس ادارة ناد زمالك فالفكرة كلها ان حضرتك هي الفكرة العلاقة الشخصية ما بيني وما بين كابتن شام كبيرة جدا وقديمة يعني هي الموضوع مش زي ما بيصورها البعض طب بدن كبيرة وقديمة ليه نزلت قدامه انت عارف ان هو نزل لانا رشحت نفسي يوم الجمعة وهو رشح نفسه يوم الحد يعني انا مسابق بيومين شوية بس هو كان معروف ان هو نزلت من لاح وهان العتال كان معروف لانه نزل قبل كده ونجح وكانت نشام نزل برضو في 2021 ولم يوفق يعني هو نزل انتخابات 2021 او 2022 ولم يوفق على هذا المنصب يعني